قم يا ابن آدم واغتنم هذا الوجود سبحان ربي من له كل الخنود وعبد إلهك واشترب ذاك الهوى الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا والصلاة والسلام على النبي محمد وآله وصحبه أيها الأحبة الكرام إنه من المشاهد والمحسوس بل والملموس والمعقول بل والمنقول أنه لا ينال الخبز حتى يسيل العرق ويعظم الجهد والتعب والأرق ومن يخطب الحسناء لا يغله المهر ولا ينال الشهد إلا بإبر النحل ولن يدرك البطال منازل الأبطال وعند تقلب الأحوال يعرف الرجال وبقدر العنى تنال المنى والمجد لا يشترى بقول كاذب ولذة الراحة لا تنال بالراحة ولن يدرك منازل السادة من لزم الوسادة والموت في سبيل الله سعادة وشهادة والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أيها الكرام الأفاضل لا يزال حديثنا موصولا عن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته يا لها من شهادة عظيمة يحشر الناس في ساحة العرض الواسعة كل أمة تكون حاضرة وعلى كل أمة شهيد بأعمالها وعندما يكون هؤلاء العصاه واقفون في ساحة الحساب ينتدب النبي صلى الله عليه وسلم للشهادة حينها تتمنى طوابير العصات والمخالفين من كل أمة يتمنى المرابون يتمنى الديوثون يتمنى الظالمون والمتكبرون يتمنى القائمون على إشاعة الفواحش بين الناس يتمنى النمامون والمغتابون يتمنى المتهاونون في إقامة الصلاة يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض بل يتمنون أن يكونوا ترابا لا قيمة لهم تطأهم الأقدام كما كانوا هم يطأون رقاب خلق الله على الأرض ويلقون أوامر الله بالمخالفة يتمنون كل ذلك ولا يقفون ذلك الموقف المهين أمام النبي صلى الله عليه وسلم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو العالم بكلام ربه يقول لي ذادن أقوام عن حوضي يوم القيامة أي ليردن أقوام عن حوضي يوم القيامة فأقول يا ربي أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فاتقوا الله عباد الله وتذكروا شهادة نبيكم صلى الله عليه وسلم وتذكروا قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ويكون الرسول عليكم شهيدا أنتم يا أمة محمد جعلكم الله عز وجل أمة وسطا عدولا لتكونوا شهداء على الناس وليكون الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم شهيدا وقد قال الله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء فهل بعد هذه الشهادة بعد شهادة الله سبحانه وتعالى على خلقه وبعد شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمم وعلى أمته وبعد شهادة الأنبياء على أممهم هل بعد هذا يستطيع امرئ أن يغرق في المعاصي يستطيع امرئ أن ينسى ذلك أو أن ننسى واقعنا وما نحن فيه من اللهو والغفلة عن الكتاب والسنة وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول الله عز وجل له يا نوح هل بلغت قومك فيقول نعم يا رب بلغت وأديت فيقول الله عز وجل يا قوم نوح هل بلغكم نوح فيقولون لا يا رب ما أتانا من بشير ولا نذير فيقول الله عز وجل لنوح يا نوح من يشهد لك فيقول نوح عليه السلام محمد وأمته قال النبي صلى الله عليه وسلم فتشهدون وأكون عليكم شهيدا فذلك قول الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على أمته كذلك كل رسول يشهد على أمته بما فعلوا وأساءوا قال الله تعالى ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون لا مجال للاستعتاب لا مجال للاعتذار فاليوم يوم حساب فاليوم يوم حساب وما هو بيوم استعتاب فتأمل حالك أيها المسلم فليس مثل ظفرك يحك جلدك فتول أنت جميع أمرك أسأل الله أن يصلح كلبنا إنه على كل شيء قدير إذا اطلع الخبير على الضمير فلم يجد فيه غيره جعل فيه سراجا منيرا اللهم ارزقنا سراجا منيرا إنك نعم المولى ونعم النصير قم يا ابن آدم واقتنم هذا الوجود سبحان ربي من له كل الخنود وعبد إلهك واشترب ذاك الهوى وانوز اليوم تلتقي فيه العمود ترجمة نانسي قنقر